لم يجد المصريون الذين شاهدوا حريقا في مبنى أمن الدولة بينما الضباط يقفون كأن شيئا لم يحدث سوى مهاجمة المقر بعد أن شكوا بالأمر فوجدوا أن عناصر من أمن الدولة تحرق وثائق وأوراق مهمة تتعلق بطريقة عملهم وبتلفيق تهم لمواطنين مصريين وغيرهم من الجنسيات كما قال المواطنون الذين اقتحموا المبنى في ظهر المبنى ده هو انطلع دخان وبره وقف بتاع 3-4 زباط وكام عسكرون الموضوع عادي جدا طب جوا يا جماعة الحريق دهين من ايه؟ أو الناس وقف عادي كده ليه؟ الناس بالتالي من أول الظهر ابتدت تشوف الحريقة ده ليه؟ والناس بالتالي تدقل جل شفتا الموضوع دلوقتي أوراق بتتحرق بنطلعها كلها ملفات ناس ناس في الصنين لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يغضم فيها عناصر أمن الدولة كما يقول المواطنون على حرق وثائق في داخل المقرات فقد سبق هذا الحريق الذي انتقطته عدسة بو بي سي في مدينة السادس من أكتوبر حريق في مدينة الإسكندرية تدخل الجيش واعتقل بعض عناصر أمن الدولة وحرز على الوثائق التي أنقذها المواطنون وفي حادث آخر حاول متظاهرون في مدينة نصر اقتحام مقر أمن الدولة لشعال النيران فيه ولكن وحدات من الجيش المصري تدخلت وسيطرت على الموقف وقد عزز الجيش المصري الإجراءات الأمنية حول مباني أمن الدولة في عدة محافظات مصرية كإجراء احترازي لألا تتكرر هذه الحوادث ويبدو أن محاولة إطفاء هذه الحوادث لن توقف الحريقة الشعبية المشتعل الذي يسعى إلى كشف كل ملفات العهد القديم وبناء مستقبل أفضل على حد قول المصريين حياني عقوب بي بي سي